أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الأسكندرية في نشر وطعميق المعرفة والعلم وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي وخلل استقباله لمجلس أمناء ومدير مكتبة الأسكندرية أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أكد الرئيس السيسي حرصا مصر على وقف نزيف الدم بقطاع غزة أكد مصدر رفيع للمستوى أن احترام مصر الالتزاماتها والمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومية والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وأضاف المصدر أن وسائل الأعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليا كما أفد المصدر بأن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته هذا ونفى المصدر رفيع المستوى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنصيق المشترك مع إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية كما شدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنصيق معها بشأن معبر رفح شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدت غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصدر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق وسط مدينة رفح ما أصفر عن شهداء ومصابين كم أعنات مصدر فلسطينية ارتفع شهداء قصف إسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة إلى 16 شخصاً ومن جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابت جندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هالفي إن إسرائيل تخوض حرباً في مواجهة بنية تحت الأرض أنشأت خلال سنوات طويلة لا يمكن تفكيكها في أشهر أعلنت هيئة للبث الإسرائيلي أن المجلس الوزري المصغر سيجتمع اليوم لمناقشة منحة جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد جلسة مع المجلس الوزاري للإطلاع على آخر التطورات بشأن صفقة التبادل قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس للرد على خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق إثنين من قادة إسرائيل ووصف بلينكين في جرسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بأنه قرار خاطئ للغاية من شأنه أن يعقد احتمالات التواصل إلى اتفاق لتحريم محتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة تبادلت قوات الاحترال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه استهدف نقطة تموضع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن في مزارة شبعة عند الحدود الجنوبية للبنان وأكد بيان للحزب أن الإصابة كانت مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة ومن جهته أعلى الاحتلال استهداف مواقع لحزب الله في عمق لبنان أعلن الجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا مع قوات روسية شرق البلاد أكبر للجيش على الدخول في معارك كر وفر يأتي ذلك بعدما استطعت قوات روسية السيطرة على الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل كما أعلن وزارة الدفاع الروسي أن الجيش الروسي عزز من مواقعه وسيطر على مناطق أكثر حيوية على محور دونسك شكرا